قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي قال إن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعد أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية لغرفة التجارة الأمريكية بنيويورك بحضور كبرى الشركات الأمريكية وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر الاقتذابي المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة بظل فرص الربح المتوفرة في السوق المصرية منوها بعمل مصر حاليا على تطوير استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وتعزيز الانتاج الصناعية ترجمة نانسي قنقر